15 سنة ذهبنا نزور أخ من طاجكستان في المستشفى كان دائما يصلي معنا الجمعة والصلوات وكان دائما في زيارات بيننا كان نعمل عملية زايدة فذهبنا لزيارته كما نحن مجتمعين من المغرب من أفريقيا من فلسطين من لبنان من سوريا مختلف البلدان ذهبنا نزوره في المشفى هو يجلس مثلا 6 أيام 7 أيام كل يوم تأتيه أفواج يذهب ناس ويأتي ناس يذهب ناس ويأتي ناس آخرين في أحد المرات هذه القصة لا أنساها من هذا الموقف كنا نسلم عن كل من في الغرفة من المرضى جاء رجل يعني أحد المرضى اللي يرقض في السرير روسي فقال بالروسية قال يعني هو قريبكم فقلت له لا فبكى بكى دموع وقال أنا هنا أجلس عشرة أيام لم يأتني أحد مع أنني ولدت في هذه المدينة ولي أقارب كثرة فلماذا تأتوا لهذا الرجل قالوا لأنه مسلم وكلنا مسلمين نحن نعرف بعض قال بس أنتم ليس من طاجكستان ليس أحد منكم طاجكستان فقلت له فقلت له إذا تحب أن نأتي لزيارتك فقل لا إله ينبغي فازداد بكاء فقلت له لماذا تبكي قال لأنه جمعكم شيء لا أذوق حلاوته لا أستطعم طعمه يفقد الإنسان حلاوة الإيمان حلاوة المحبة والأخوة عندما ما تكون موجودا المسلمين بشكل عام سواء كانوا في جمعية في حزب في رابطة معينة لو كانوا من مختلف البلدان سواء عاصي أو غير عاصي المسلم عندما يرى المسلم يعرفه وإذا كان على معصية يتضايق إذا رأيت إنسان على معصية يتضايق هذا الضيق تجاه هذا الإنسان المسلم هذه أخوة هذه محبة وإذا ما تضايقت فشك في نفسك في إسلامك في أخوتك في انتمائك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة التي أوجدها النبي عليه الصلاة والسلام والتي علمها الله سبحانه وتعالى لنبيه وعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم لأصحابه نسمع الآيات حتى تجيب على الشعور الذي كان في الغرفة في المستشفى الذي تكلمنا فيه الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان رجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الاعتصام موجود كل الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم واعتصمة بلا إله إلا الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كانت العداوة موجودة بين قبائل العرب على الكلأ والماء كانت العداوة موجودة بين غير العرب فأذهبه الله سبحانه وتعالى بقول فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا هذه نعمة الله سبحانه وتعالى من نعم الله سبحانه وتعالى كما قلنا نعمة الوجود والحياة نعمة الأخوة بين كل الأمة الإسلامية ليس فقط في دولة معينة أو في قبيلة معينة ولكن كل من قال لا إله إلا الله يشعر بهذه الأخوة ومن لا يشعر بها عليه أن يتحسس قلبه ويتحسس إيمانه فالرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع يوم عرفة أكد على هذه الأخوة وأكد على هذه الرابطة رابطت الأخوة الإسلامية بأن قال لا فرق بين كل الأشياء التي فرق بينها الناس يفرق بين الغني والفقير والضعيف والأبيض والأسود والأحمر والأزرق والعربي وغير العربي الرسول عليه الصلاة والسلام ألغى كل هذه الفروقات بكلمة واحدة إلا بالتقوها إلا بالتقوها والله سبحانه وتعالى يقول فألف بين قلوبكم هذه النعمة نعمة الأخوة غير موجودة عند اليهود وغير موجودة عند المجوز وغير موجودة عند النصارى لا توجد ألفة كما ألف الله سبحانه وتعالى قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل من يفهم دين الإسلام من فهم الصحيح توجد هذه الألفة في قلبه حتى وإن لم يكن يصلي إذا فهم الإسلام كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم توجد هذه الألفة في قلبه وهذا الإنسان حتى وإن لم يكن يصلي إن كان على معصية ماذا يقول ما دعوني إلى حفلة العيد ما أعطوني أضحية لأنه ينتمي شعوريا لهذه الأمة ينتمي داخليا ينتمي لهذه الأمة لهذا الإسلام هو لا يقولها طمعا في مال أو طعام أو شراب إنه يقولها طمعا في هذا الخير في هذا الشعور الرقيق جدا هو الأخوة صح نستشعر هذا الأمر فيعتب علينا يعتب على الإنسان الذي يعمل للدين ما دعوني ما سلموا علي ما نصحوني يعتب ليس يعني عتاب حقيقي وإنما يريد أن يستذر هذه العاطفة لتنبع من جديد وتقول تعال تعال أنت معنا أنت منا نحن معك والإنسان الذي على معصية يريد هذه الأخوة يريد هذه العاطفة أكثر وأقوى ليعود ليعود هو يريد هذا الشعور شعور المحبة مننا لكي يعود فتجد كلمة سلام عليكم له يقول من تبهين إلي أنا موجود بينهم يشعر بي أنا لست غريبا ربما هذا كلام عواطف أتكلم معكم غير مكتوب بالكتب مقنن بقوانين معينة ولكن هذا الفهم هو الذي نريده أن يكون الإنسان المسلم إذا أكثر سجودا لله الإنسان يسجد إلى الله أكثر من غيره يكون فهمه وأخوة ورابطة وجيشان مشاعر ووجدانه أقرب إلى المسلمين كما كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل وبال في المسجد فانهالوا عليه ولكن رحمة الرسول السلام قال ادلوا عليه ذا الماء يتطهروا قلص وعندما تكلموا في أحد الذين يشربوا الخمر فقالوا كل مرة تأتي بهذه المعصي بهذا الفساد بهذا الجرم بهذه القدرات فقال الرسول السلام ماذا قالوا له قال إنه يعني يريد شيء آخر منكم لا تكن عونا للشيطان على أخيك قال أخيك في سكران لا تكن عونا للشيطان على أخيك في سكران صحابي يجلد بهذا الأمر لا تعين الشيطان على أخيك قال الرسول السلام على أخيك وهو على معصية وكبيرة لا تكن للشيطان عونا لأن الشيطان يريد أن يكسر هذه الروابط هذه المشاعر وأعداء الإسلام العالميين بشكل عام كل منهجهم وكل فكرهم وكل شيطانتهم يريدوا أن يخرجوا هذا القرآن وصلاة الجمعة من بيننا الذي يجمعنا القرآن وصلاة الجمعة يفرقوا بين المسلمين بالإعلام بالحروب بشتى الوسائل بالاقتصاد بالسياسة بشتى الوسائل يريد أن يخرجوا هذه العاطفة حتى أن المنافقين الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال هل فضحهم هل أفشى أسماءهم هل قتلهم منافقين محض كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق يعني مردوا يعني صاروا مردة كبار في النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم كانوا بين المسلمين إخوة للصحابة منهم من تاب ومنهم من بقع على نفاقي الله أعلم بهم حتى هذه المسألة مسألة المنافق بين المسلمين لم يفتضح له له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين له هذه الرابطة نستشعر بها وندعو له بالصلاح ونخشى على أنفسنا ما وقع فيه هذه الأخوة الله سبحانه وتعالى هو الذي ألفها فلا أحد يفكها إلا الله سبحانه وتعالى ما تتنفك إذا خرج الإسلام الإنسان من الإسلام خرج من الإسلام يصبح شعور آخر شعور آخر خلاص وأنت تشعر نفسك إذا قالوا فلان كان مسلم وأصبح نصراني ماذا ستشعر وسيكون أحاسيسك ومشاعرك ناحيته هل كما كانت مستحيل راجل طلق زوجته في بغض في مشكلة ولكن لا يكرهها كرهه للمجوس أو كرهه للكافر لا يكره هذا الكره صح يبقى شعور الأخوة والعطف على مسلم فلذلك لما تجد المسلم الله سبحانه وتعالى وجعل دمه أحرم من هدم الكعبة المسلم يجب يشعر بأخوها كذا أن حرمة هذا الإنسان دمه وماله وعرضه ليس فقط الدم والمال والعرض يعني اللسان لازم نكف المال الحرام لازم نكف ما نسرق ما ننهب ما نختلس ما نخون هذه كلها من حقوق الأخ أي أخ مسلم أي إنسان مسلم دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من أشار إلى أخيه بحديدة إيش الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة تلعنه الملائكة حتى يدعه يضعها فلا يجوز أن تشير بقط حتى إفزاع المسلم إفزاع إيش حرام إنك تخوفه تتخباله وراء تعمله حرام والرسول عليه الصلاة في صحيح البخاري يقول سباب المسلم فسوق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كفر الحديث إنك تزب المسلم فسوق عارفش يعني فسوق مين الفاسق الفاسق هو المجاهر بالمعصية هاي الفاسق هذا يعني لا تؤخذ شهادته الفاسق لا يؤمن ناس الفاسق لا يزوج إذا جاء إلى ابنتك أو أختي هذا الفاسق تصور أنت تتهم بالفسوق فقط من إنك سببت مسلم وقتاله كفر ليس فقط يعني لم يقل قتله كفر قتاله حرمة الأخ الأخوة حرمة الأخ فإذا سمعت يتكلم يعني أتعجب من إنسان يصلي جوالك في الصلاة ثم تخرج وتسمع إنسان آخر يتكلم فيه وتسكت كائنا من كان يعني أنت تشهد له هو بجوارك في الصلاة تشهد له بالإيمان كيف يأتي آخر حتى لو كان يصلي الآخر وتسمح له أن يتكلم فيه لا تسمح له أقل الإيمان أن تذهب وتقول لا أوقف معك في هذا الحديث لا أوقف معك لا أسمع ما أشاركك الغيبة فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها ما هي هذه شفى الحفرة التي كنتم ستدخلون من ورائها النار عبادة الأصنام والكفر الفتن الفتن هذه من حفر النار النفاق كتال بعضكم بعضا كتال بين البعض كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه آية من آيات الله أخوة المسلم للمسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الله سبحانه وتعالى بعث ملكا أن أخى أن رجلا مسلما أن مسلما زار أخا له زار أخا مسلما له في قرية حديث صحيح مسلم زار أخا له مسلم في قرية فجعل الله سبحانه وتعالى ملكا في الطريق على مدرجته في الحديث على مدرجته في الطريق فاستوقف هذا الرجل وقال إلى أين قال أزور أخا لي في الله قال أعلى قربة منه قال لا يعني بينك وبينه قرابة قال لا قال أشيء تريد منه يعني دين مال تريد منه قال لا قال فلما تزور أخاك في الله قال أزوره في الله يعني لست زورت قال أزوره في الله قال أنا ملك من عند الله أحببته قال أحببته في الله قال أبشرك بأن الله يحبك لأحبك إياه أحبك أحبك الله لأن لحبك إياه فالطريق استوقف حديث صحيح حديث آخر لهم ذكروا الأخ من زر أخا له في الله شيعه سبعون ألف ملك في المساء حتى يصبح وإذا زاره في الصباح شيعه سبعون ألف ملك حتى يمسي مش سبعين سبعين ألف والرسول الصلاة يقول في حب الأخوة وحقوق الأخوة والمحبة من المحبة إذا أحببت إنسان شو بتسوي تدعو له أكثر ناس بتحبهم من؟ أبوك وإماك أكثر ناس تدعو لهم من التوقف تزيلي شوي بس أعطوا لفهمتها المرة هذي وأقل الحب سلامة الصدر أقل الحب سلامة الصدر شو يعني سلامة الصدر؟ أنه تكون شعورك تجاه المسلمين بشكل عام كل المسلمين كما كان الصحابي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة هذا أقل الشعور ومش بس يوم وثاني يوم وثالث يوم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة شو كان يسوي هذا الرجل؟ سلامة الصدر هذا الصحابي كان ينام ولا يبقي في قلبه لأحد من المسلمين ضغينة أو يسامح بالمعنى بقول الحديث يسامح كل المسلمين أو كل من أساء إليه بغيبة أو بمالي أو بعرضي يسامح الكل هذه المسامحة هذا أقل القليل أقل الأخوة وأعلاها أن تدعو له في ظهر الغيب وتطبيق هذه الدعائش الإثار بدنا الأخ عيسى يذكرنا شو الفرق بين الكرم والجود والإثار الكرم المرة ماذا يقول لهم أظن كنا معا يقول لك الكرم أن تعطي أن تعطي ما لا تحتاجه تعطي تتكرم به أنت مش في حاجة إله فأنت كريم يعني تعطي أما الجود فأنت تعطي ما تحتاج إليه يعني أنت تحتاجه ولكن تعطيه لأنه في زيادة عندك والإثار أن تعطي آخر شيء يعني مش بس تحتاجه هو آخر شيء لا يلجد غيره تعطيه كله هذا الإثار فالدعاء من الكرم ها والمال من الجود والإثار شو آخر شيء لما ما يكونش عندك شيء خلاص هذا الإثار وفي نفس الوقت محتاجها فكان الرسول عليه السلام في الحديث يقول أحب الصدقة أو أحب النفقة أحب الصدقات إلى الله إيش؟ يعني أفضل الصدقات أفضل الصدقات هي أن تتصدق وأنت إيش؟ وأنت صحيح شحيح تحب الدنيا وتكره الموت ها تحب الحياة يعني مش تحب الدنيا تحب الحياة بمعنى الحديث يعني أنك أنت صحيح مش مريض المريض بيعطي ها بدي أموت بيعطي صدقة عشان ربنا يشفيه شحيح مش بمعنى بخيل شحيح يعني إيدك ماسكة المال مش كتير لسه طالب ما بتشتغلش معكاش مصاري أو حتى بتشغله ونفقت عقاد خبزة يعني مالك عقاد للخبز مش بزيادة فشحيح محتاج للمال ولسه شاب عندك أطفال أو لسه يعني مش منه مش إنك ختيار تحب الدنيا لسه في حب للحياة في حياة فيك مش ختيار تسعينة تمانينة أو على البنسة زي ما بقوله والموت بتعتبره بعيد عنك فلما تتصدق بهذه الصدقة للمسلم هذه أفضل الصدقة الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان قال عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه ويطعمون الطعام على حبه حبه الهاء تاب على مين في بعض التفاسير قالوا حبه حبهم لله سبحانه وتعالى والتفاسير الأخرى كلها قالت حبهم لإيش الطعام ويطعمون الطعام على حبه يعني إنهم حبين لهذا الطعام مسكينا يعني مش أنهم كرهين الطعام يطعمون للناس مش عجبهم لا يحبوا هذا الطعام والتفسيرين صحيح يعني أدبيا ولغويا وبيانا صحيح حبهم لله سبحانه وتعالى يطعموا هذا الطعام يأخذوا الأجر واكثر والمعنى الثاني إنهم يحبوا هذا الطعام يحتاجين إله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ثلاث أنواع هذول معدنين المسكين هذا ليس له طعام ليس له بيت حتى ممكن ويتيما يتيم ليس له أب يعينه وأسيرا الأسير ممكن يكون غير مسلم حتى إنما نطعمكم بوجه الله ابتغاء مرضات الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور ليه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طغيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسعورا الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأخوة في آية من آياته فقال إنما المؤمنون إخوة متى هذه قال في أي سورة سورة الحجرات ولا الحديد الحجرات لماذا كان موضوع موضوع الآيات القتال والصراع والفتنة فأصلحوا بين أخويكم يعني وارد إنه يكون في مشاكل هكذا الحياة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ومن واجبات الأخوة الإصلاح ذات البين بين الأخوة إصلاح ذات البين ليش؟ لأن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق إيش؟ الشعر الرأس وإنما تحلق الدين عليكم سعر الله تحلق الدين لأنه إذا ذهبت رابطة الأخوة ذهب الدين ذهبت رابطة الأخوة الشعور الأخوي هذا ذهب الدين الدين قائم على لا إله إلا الله في الأساس العقيدة وعليكم السلام وإلا الله وبركاته وهذه الأخوة بدون هذه الأخوة الصحابة ما فتحوا ما بلغوا ما ساحوا في الأرض هذه الأخوة أخوتهم كانت يأتي الأخ إلى أخي الصحابة ويقول له ماذا اجلس نتعاتب لا قال له اجلس نؤمن ساعة نؤمن ساعة يعني شو يعني نذكر الله سبحانه وتعالى نقرأ القرآن نتذاكر هيا بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله سبحانه وتعالى نتذكر الأيام الخوالي عندما كنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه أخوتهم أخوتهم عليهم من الله الرضوان نموذج لنا ونموذج لمن بعدنا نرى أحد التابعين أحد التابعين يبكي لزوجته أو زوجته ترى أنه يبكي فتقول ما يبكي قال أخي قرع الباب وطلب مني مالا وأعطيته أعطيته المال قالت له لماذا تبكي تبكي على المال فنظر إليها وقال أبكي أني لم أعرف أن أخي يحتاج لنا أنه أنا مش عارف أحواله أهو بخير أم شر محتاج مريض لاحظت للفرق قرع الباب وطلب المال أعطاه المال وجلس يبكي لماذا تبكي؟ قال لم أبكي لأني لم أعرف أن أخي يحتاج المال جعلته يحتاج إلى المسألة أنه يسأل أو يطلب الحمد لله برك الله فيكم وعزاكم وخير وصلى الله على محمد وعلاحظه الله يصدقه وعلاحظه ترجمة نانسي قنقر